للجناح العسكري للإتلاف الوطني الذي قال عنه شكرا توني وأعود وأرحب بجميع المشاهدين مباشرة من بيروت استضاف المركز الثقافي الفرنسي الممثل الفرنسي القدير كاغول بوكي بإطار الأعمال الثقافية والفنية التي يصطدف لبنان في هذه الفترة ضمن أعمال المراكز الثقافية التابعة للسفرات واختارت النجمة الفرنسية قراءة نصوص جريئة للكاتب الفرنسي أنتونا أغنت أغتو بهدف التعريف بالشاعر والإضاءة على نواحي جمال بشعرها هذا الموضوع نتابع التقرير التالي للزميلة سندرا سعد قرأت الممثلة الفرنسية كارول بوكي رسائل الكاتب أنتونا أغتو إلى حبيبته الرومانية جانيكا على مسرح مونتاني وذلك بمناسبة افتتاح شهر الفرنكوفونية في لبنان عملي هو أن أخبر قصصا أنا ممثلة وأقوم بأشياء أخرى عندما بدأت عملت في السينما أكثر من المسرح واليوم أعتقد أنه سيكون لي أعمال أكثر في المسرح عملت كارول بوكي مع كبار المخرجين مثل لوي بونيال بير ترامبليه وفرانسيس فورت كوبولا ولعبت دور البوند جيرل في فيلم فور يور آيز أونلي وكانت الوجه التسويقي لعطري شانيل أعمل اليوم مع الأشخاص الذين عرفتهم في بداية مسيرتي ومن الجميل أنهم ما زالوا في حياتي أحضر فيلم مع المخرج الأفغاني أتيك رحيمي بالتعاون مع جون كلود كاريير وفيلم ثاني للمخرج الفرنسي دانيال أوتاي رغم حبها للأدب الفرنسي لا تفكر كارول بوكي في كتابة سيرتها الذاتية بل تفضل القراءة لا أعتقد أنه يمكنني أن أعطي نصيحة في مجال عملي إنها مسألة حب للعمل هناك الكثير من الدروب المختلفة للوصول إلى النجاح سندرة سعد لبرنامج اليوم على الحرة بيروت وتعتبر النجمة الفرنسية كارول بوكي من الممثلات الأغلى أجرا في فرنسا والآن مشاهدين إلى فقرتنا الرياضية الأخيرة مع عمر جميل وإلى اللقاء شكرا لك